السلام عليكم أحبابي التلاميذ اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة في مدة المحفوظة إذن محفوظة بعنوان في حديقة الحيوان بما أن وحدتنا تتحدث عن عالم الحيوان فإن المحفوظة أيضا في هذا المجال إذن استمعوا الآن سأقر المحفوظة وسأشرحها في حديقة الحيوان أحب حديقة الحيوان وحب طيورها الحلوة أرى فيها من الحيوان صنوفا كلها حلوة يعني أرى فيها صنوفا أصنافا كثير من الحيوانات جميع أصناف وجميع أنواع الحيوانات أحب طويلة العنق أحب زرافة الغابة طويلة العنق يعني الزرافة لها رأس إلى الأفق يمد إلى على الغابة يعني رأسها طويل جدا يعني يمد إلى على الغابة إلى الأعلى في الغابة أحب الفهد في القفص أحب رفيقه النمرة ولا أخشاه في القفص لا أخاف منه لأنه يوجد داخل القفص ليس حرا فهو محبوس داخل القفص تفرج وأمن الخطر تفرج يعني وأمن لن لا يجد هناك خطر لأن الحيوانات توجد داخل القفص صنوف في حديقتنا تعيش رهينة القفص يعني أنواع كثيرة من صنوف يعني أنواع كثيرة من حيوانات في حديقتنا لكنها تعيش رهينة يعني داخل القفص يقول أبي لو اختارت لظلت خارج القفص يعني يقول أبي أنها لو اختارت ستتمنى أن تكون في الغابة الذي هو مكانها الطبيعي مكانها الطبيعي الذي هو الغابة ولا يعني أن تكون حرة طليقة ولا لأن لا أحد يحب أن يكون محبوسا سواء كان الإنسان أو الحيوان إذن الآن جيد بعد أن استمعتم إلى المحفوظة أريدكم أن تأخذوا دفاطر المحفوظة تكتبون فيها التاريخ دائما كما نفعل ثلاث مربعات نكتب التاريخ بالأزرق والأخضر نترك السطر نترك مربع نكتب محفوظة نترك ثلاث مربعات أو أربعة نكتب العنوان في حديقة الحيوان ونتبع الخطوات التي أقول لكم دائما يعني كم المربع سنترك في الأول وبين البيتين وهكذا إلى أن ننقل كل المحفوظة بعد ذلك تضعونا الحركات وكما نفعل دائما ترسمونا رسم لحديقة الحيوانات في أسفل المحفوظة إذن حض موفق للجميع وعندما تنهو إن شاء الله تصورونا ما كتبتم وتبعتوناه لي إذن حض موفق مرة أخرى للجميع ترجمة نانسي قنقر